بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين الحلقة الرابعة وستون بعد المئة الثانية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله إلى لقاء من لقاءات برنامج نور على الدرب ويسرنا في هذه الحلقة أن نعرض أسئلتكم على ضيف البرنامج مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء فأهلا وسهلا فضيلة الشيخ صالح أيهاكم الله مبارك أثابكم الله هذا السائل يقول بالنسبة لصلة الرحم ما حكم التأخر في صلة الرحم وخاصة الخالة حيث أن والدتي متوفاه وأنا في بلد وهي في بلد فما هو توجيهكم في ذلك بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد ما بعد فإن صلة الرحم من الحقوق الواجبة على المسلم قال الله تعالى وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشِكُوا بِهِ شَيْءَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَةِ اجعل حق القرابة بعد حق الوالدين الحق الثالث بعد حق الله جل وعلا وحق الوالدين حق الأقارب والقرابة هي من تربطك بهم قرابة من جهة الأب أو من جهة الأم هم ذو الأرحام وهم الأقارب ولا هم حق واجب عليك بالصلة والإحسان إليهم ولا تتأخر في ذلك إنما يكون هذا على حسب الإمكان والمقدرة فإذا كنت بعيدا ولا تتيسر لك الصلة من بعد أنت معذور لكن تواصلهم بالكلام بالتلهون بالجوال في الصالات الموجودة الآن تواصلهم بالكلام بالكتابة والخطابات كن بينك وبينهم اتصال وإذا قررت على الاتصال بهم بدنيا والحضور ماذا واجب عليك حسب الإمكان أحسن الله إليكم هذا السائل يقول إذا توضى الإنسان ونسي عضوها من الأعضاء فما الحكم إذا ذكر قريبا ولم تجف أعضاؤه فإنه يغسل هذا العضو وما بعده ويكمل وضوءه أما إذا طال الوقت وجفت أعضاؤه فلابد من إعادة الوضوء من أوله بارك الله فيكم يقول ما حكم الصلاة بوضو واحد لأكثر من فرض لا بعث بذلك ما دام لم ينتقض وضوك فإنك تصلي بهذا الوضوء فروضا ونوافل إلى أن ينتقض الوضوء يقول إذا مسح الإنسان وهو مقيم ثم سافر فهل يتم مسح مسافر إذا بدأ المسح وهو مقيم فإنه يكمل مسح مقيم إذا مسح بدأ المسح وهو مقيم ثم سافر فإنه يكمل مسح مقيم يوم ليلة نعم أحسن الله إليكم يسأل هذا حفظكم الله المجتمع الذاكر يقول يقول الفقهاء أركان الخطبة أربع هل لابد من الخطيب أن يأتي بها؟ نعم هذه شروط شروط صحة الخطبة حمد الله تنع عليه شهادتان صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الموعظة هذه أركان الخطب يأتي بها لا يخل بشي منها نعم يسأل بماذا تدرك صلاة الجمعة؟ تدرك صلاة الجمعة بإدراك ركعة إذا دخل مع الإمام قبل أن يرفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة فقد أدركها الجمعة يضيف إليها أخرى تتم جمعته أما إذا رفع الإمام رأسه من الركعة باب من الركوع الثاني ولم يدركه فإنها تفتغوته الجمعة يدخل معه بنية الظهر ثم إذا سلم يقوم ويأتي صلاة الظهر أحسن الله إليكم هذا يسأل يقول هل على مال اليتامة والقصر عليه زكاة؟ نعم الزكاة تجب في المال مطلقة سواء كان لكبير أو لصغير أو لعاقل أو لسبية ويخرجها وليه عنه لأنه ينوب عنه في ذلك هل يحق في المال؟ لأي كان هذا المال؟ كبير أو صغير؟ نعم أو عاقل أو مجنون؟ نعم هذا يسأل بارك الله فيكم محمد يقول صلى إمام العشاء خمس ركعات وصليت معه أربع ركعات لكوني مسبوقا بركعة فهل صلاة كاملة وصحيحة؟ لا تعتد بالزاعدة لأنها ليست صلاة تتأتي بركعة التي فاتتك ولا تحسب الزاعدة هذه نعم بارك الله فيكم من فتته صلاة المغرب ودخل عليه وقت صلاة العشاء كيف يصلي في هذه الحالة؟ صلي المغرب أولا ثم يصلي العشاء بعده لأن الترتيب بينه الصلاوات واجب وهو لم يفت صلي المغرب أولا ثم صلي العشاء هذا يقول أنا شاب ومتمسك لله الحمد ولكنني أفتقد إلى الخشوع في الصلاة وقلبي لا يلين عند المواعد فبماذا توجهونني؟ أوجهك أن تعمل الأسباب التي تلين القلب تجلب الخشوع أنت تعمل الأسباب حضور القلب وأن تتجنب المشوشات تستعيد بالله من الشيطان الرجيم قبل قراءة فاتحة بعد الاستفتاح كل هذه أسباب لا تدخل في الصلاة وأنت تدافع الأخبثين البولة والغائر أن هذا يشوش عليك ويذهب الخشوع لا تدخل في الصلاة بحضرة طعام لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام وهو يدافعه الأخبثان تتجنب الأشياء التي تشوش عليك صلاتك تذهب الخشوع أحسن الله إليكم هذا السائل يقول رمز باسمه بصالح من أليث يقول ما حكم من يتسخط من أقدار الله بحجة أنه فقير وغيره من الناس يملكون أموالا كثيرة لا يجوز التسخط من أقدار الله بل يجب الرضا بقضاء الله وقدره والصبر والاحتساب وإلا فالقدر ماضي وماشي ولو كرهته ولو أنت لا تعلم الصالح لك عسى أن تكره شيئا وهو خير لك عسى أن تحب شيئا وهو شر لكم أحسن الله إليكم محمد عياش من الرياض يقول هل يجوز للزوجة طلب الطلاق من زوجها في حالة غيابه عنها أكثر من عام إذا لم يكن معذورا بغيابه وهي بحاجة إلى حضوره فلها تطلب طلاق دفعا للضرر عنها والقاضي ينظر في هذا يسأل سؤال آخر يقول أنني سمعت أنه لا زكاة على الأموال المتحركة مثل السيارة أو المعدات ما صحت ذلك ليس الكلام بالتحرك الكلام بالأموال التي للاستعمال الأموال التي للاستعمال السيارة والثياب والبيوت التي تسكن هذه لا زكاة فيها والدواب التي تركب ويحمل عليها والسيارات التي يحمل عليها هذه لا زكاة فيها هذا السائل يقول شخص لم يخرج زكاته أربع سنوات ماذا عليه الآن؟ باقية بذمته على أن يبادل ويحسب الزكاة عن أربع سنوات ويخرجها لأنها دين لله في ذمته في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم حقنا أيضا ما كيفية إخراج زكاة الرواتب الشهرية؟ هذه لا يستطيع تفريق بينها حساب كل شيء بتمام حوله ويجعل موعدا من السنة يخرج فيه زكاة ما اجتمع لديه مما تم حوله وما لم يتم حوله لأن هذا أسحل عليه أحسن الله إليكم هذا السائل يقول هل يقضى دين الميت الذي لم يخلف تركه من الزكاة؟ هذا محل نظر والعلماء مختلفون فيه الأكثر على أنها لا تخرج الزكاة بسداد دين الميت لأن الزكاة للأحيا تدفع للأحيا وأهل الزكاة الذين على قيد الحياة ينتفعوا بها أما الميت فيسدد دينه من التبرع إن كان له تركه يسدد من تركته وإن لم يكن له تركه فإذا أراد أحد إخوانها وقاربه أن يسدد عنه فهذا عمل جليل منه ويبرئ ذمة الميت أحسن الله إليكم رجل غني أرسل زكاته لشخص وقال فرقه على نظرك فهل يكون هذا الوكيل من العاملين على الزكاة ويستحق منها؟ لا هذا الوكيل والعامل هو الذي يبعثه ولي الأمر هو الذي يبعث العمال والجبات هذا من صلاحيات ولي الأمر وأما غيره هو وكيل ينفذ ما قال له الموكل هل كل من مد يده للزكاة يستحقها؟ إذا علم أنه ليس من أهلها فلا يعطى وإذا لم يعلم أو علم أنه محتاج فالزكاة له يعطى منه هناك وصرف الزكاة في بناء المساجد هل ينطبق عليه قوله تعالى في شان أهل الزكاة وفي سبيل الله؟ لا الزكاة للمصارف الثمانية والمراد بسبيل الله الغزاة الذين ليس لهم رواتب ومخصصات متطوعة هذا هو في سبيل الله في الجهاد في سبيل الله وهم الغزاة المتطوعة الذين لا ديوان لهم أي ليس لهم رواتب من بيت الماء الزكاة في المصارف الثمانية لا تبنى من المساجد ولا المدارس ولا القناطر ولا ولا إلى آخر من المشاريع الخيرية وإنما تمول هذه المشاريع الخيرية من التبرعات بارك الله فيكم هذا المستمع يقول اسمي عبد الله يقول أنا أريد الزواج ومعي مبلغ للزواج وهو أكثر من النصاب هل عليه زكاة مع العلم أن والدي سوف يساعدني في جلب البيت وأغراض أخرى نعم إذا حال الحول على مال عندك وفي ملكك وهو يبلغ النصاب فأكثر وجبت فيه الزكاة لأي غرب تريده تريده للزواج تريده للوجرة تريده لأي عمل تريده للتمول يبقى عندك فإذا حال عليه الحول وهو يبلغ النصاب فأكثر وجبت فيه الزكاة هذا الساءل أبو محمد من مصر ومقيم في الرياض يقول كنت مسافر إلى بلدي في شهر رمضان وكنت صائما وعندما وصلت قمت بجماع زوجتي فهل علي كفارة في هذه الحالة إذا وصلت من السفر وصلت إلى بلد من السفر في يوم رمضان وأنت مفطر يلزمك الإمساك تقية اليوم ويحرم عليك الجماع إذا جامعت يكون عليك كفارة ويعطق رقبة فإن لم تجد أصوم شهرين متتابعين فإن لم تستطع فإنك تطعم ستين مسكين أحسن الله إليكم هذا السائل يقول دائما ما يكون هناك نوع من الاختلاف في السفر وخاصة في الخروج إلى البر في الجمع والقصر هل لكم توجيه في ذلك حفظكم الله إذا كان الخروج للنزهة ولا تدرون وين تقصدون فليس لكم الجمع ولا القصر لأنكم لستم مسافرين أما إذا قصدتم جهة معينة تتنزهون فيها وهي تبعد عن بلدكم 80 كيلو فأكثر فلكم القصر والجمع بارك الله فيكم هذا يقول إن بعض الناس يقول لو لم تستغيثوا لنزل المطر فما قولكم في ذلك هذا قنوط من رحمة الله وتزهيد في عمل الشعيرة وهي صلاة الاستسقى والدعاء فهذا كلام خطيف نعم وتيئيس للناس قنوط من رحمة الله لا يجوز هذا الكلام نعم بارك الله فيكم هذا البتي محمد من اليمن مقيم في الرياض يقول أنا ذهبت إلى العمرة وأديت أكثر من عمرة بتوصية من والدي وأمي وكذلك بعض الأقارب فما حكم عملي هذا وما حكم تكرار العمرة في مرة واحدة هذا العمل جائز لكن الأولى خلاه الأولى عدم عمله تأتي بعمرة حينما تقدم تبقى في مكة تصلي في المسجد الحرام وتعتكف وتقوف بالبيت وهذا أفضل من تكرار العمرة هذه السائلة أختكم تقول أختكم أم أمين تسأل عن زيت الزيتون أو ما شابهه من الزيوت للراس والجسم هل تمنع وصول الماء إلى الجسم؟ جميع الأدهان من الزيتون وغيره لا تمنع وصول الماء ولا مانع من استعمالها بارك الله فيكم هذه إحدى الأخوات تقول بالنسبة للحلي الذي لدي وأنا لا أستخدمه لمدة سنوات ولكنه ليس للبيع هل عليه زكاة؟ المدار على النية إذا كان نيتك في أذى الحلية لاستعمال لا زكاة فيه عند جمهور أهل العلم ولو لم تلبسيه إلا في المناسبات أو بعد مدة المدار على النية أحسن الله إليكم هذا يسأل يقول ما هو واجب الأسرة نحو الأبناء المتهاونين في الصلاة واجبهم أن يلزموهم بالصلاة قال صلى الله عليه وسلم وروا أولادكم بالصلاة لسبع وضربوهم عليها لعشر الذي يمتنع منهم يضرب وهو قد بلغ العشر فأكثر ولا يترك ولا يقر على ترك الصلاة بارك الله فيكم هذا يقول ما أفضل وقت أدى فيه الصلاة هل أول الوقت هو الأفضل؟ إذا كان الإنسان يصلي وحده فألا أفضل أول الوقت أما إذا كان يصلي مع الجماعة فيرتبط مع الجماعة يصلي مع الجماعة يقول إذا دخل الإنسان المسجد والمؤذن يؤذن فما الأفضل له؟ الأفضل له أن يجيب المؤذن وبعد ما يفرغ ويدعو بالدعاء الوارد بعد الأذان يصلي تحية المسجد هذا في غير الجمعة أما إذا جاء والمؤذن يؤذن عند الدخول الخطيب فهذا يبدأ بالصلاة حتى يتفرق لسماع الخطنة بارك الله فيكم هذا يسأل حفظكم الله ويقول ورد في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يقول عند متابعته للمؤذن رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا فمتى يقول هذا؟ يقوله بعد الأذان وبعد ما يفرغ من الدعاء الوارد اللهم صلي على محمد اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة بعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته ثم يقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا يقول هل يتابع الإنسان في الإقامة أيضا؟ نعم الإقامة أذان أيضا الإقامة أذان أحسن الله إليكم أن تقل إلى هذه الأسلال التي جاءت إلى البرنامج حيث يسأل الصائل يقول إذا صلى جماعة إلى غير القبلة فما الحكم في تلك الصلاة؟ إذا كانوا في بر واجتهدوا ترجح لديهم جهة معينة وصلوا إليها وبعد ما فرعوا من الصلاة تبين الخطأ صلاتهم صحيحة قال تعالى فأينما تولوا فثم وجه الله قال بعض المفسرين أنها نزلت في من اشتبهت عليه القبلة في المسافر حينما تشتبه عليه القبلة أما إذا كانوا في إمكانهم الاهتداء إلى القبلة النظر في العلامات والمحاريب وسؤال الناس فإنهم يعيدون الصلاة إذا صلوا إلى غير القبلة لأنهم مقصرون بالتحري والسؤال والاهتداء إلى القبلة يقول إذا أدرك المسافر مع الإمام المقيم الركعتين الأخيرتين فهل يسلم معه بنية القصر؟ لا يلزمه الإتمام من صلى مع إمام يتم الصلاة يلزمه الإتمام ولو لم يدخل معه إلا قبل السلام يلزمه الإتمام يعني هذا هو السنة يقول ما حكم الإسراع في المشي إلى الصلاة؟ مكروه قال صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم الإقامة فامشوا عليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا في رواية فاقضوا بعض الناس حفظكم الله إذا دخلوا المسجد قرب وقت الإقامة وقفوا ينتظرون قدوم الإمام وتركوا تحية المسجد فما حكم هذا العمل؟ إذا كانوا يعلمون أن الإمام سيحضر ولا يمكنهم الإتيان بنافلة إنهم لا بسان ينتظر إذا كانوا لا يعلمون أن الإمام سيحضر ما يدون متى يحضر فإنهم يأتون بالراتب أفضل بتحية المسجد أفضل له نعم يقول أن بعض كبار السن يقومون بإبعاد الصبية عن المكان في الصف الأول فما حكم هذا العمل؟ هذا لا يجوز إذا كان الصبي ممن تصح صلاته هو المميز لا يجوز بعاده لأنه سبق إلى هذا المكان وهو أحق به نعم أحسن الله إليكم هذا يسأل حفظكم الله يقول ماذا يفعل المأموم يوم الجمعة إذا جاء إلى الصلاة والإمام في التشاهد الأخير هل يقضي أربعا أم يسأل إثنتين؟ يدخل معه فيما بقي من الصلاة بنية الظهر إذا سلم يقوم ويأتي بصلاة الظهر أربع ركعات نعم أحمد بن بريدة يسأل يقول متى يسجد الإنسان في الصلاة سجود التلاوة إذا مر بآية سجدة إن كان يصلي وحده إذا مر بآية سجدة إنه يسجد وإن كان يصلي معموما فهو تبع للإمام إذا سجد الإمام سجود التلاوة يسجد معه نعم هند من بل جرشي تقول هل عامل الوراثة له أثر في الذرية في تكوين الطباع والعادات؟ الله أعلم هذا إلى مشيئة الله جل وعلا نعم أحسن الله إليكم أبو عبد الوهاب من أبهى يقول شخص طلب من ابنه أن يطلق زوجته بدون سبب وهو يحب زوجته فهل يطيع أباه إذا لم يطلق زوجته فلعتبر عاقا لا ليس عاقا لا يلزمه أن يطلق زوجته إذا أمره والده والزوجة ليس فيها نقص في دينها وخلقها ويرتضيها ولا يلزمه أن يطيع والده في ذلك نعم أحسن الله إليكم هذا السائل أو السائلة العنود تسأل عن سجود الشكر حكمه بارك الله فيكم سجود الشكر صنة عند تجدد نعمة أو اندفاع نقلة عند تجدد نعمة خاصة أو عامة للمسلمين فإنه يستحب أن يسجد سجدة الشكر أبو محمد من حال يقول هل يجوز لرجل أن يتقدم إلى خطبة المرأة المطلقة بعد أن طلقها زوجها الأول للمرة الثالثة؟ لا يجوز حتى تخرج من العلم ولا جناح عليكم فيما عررتم به من خطبة النساء أنهم معتدات علم الله أنكم كنتم تخناه علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا توعدوهن سر إلا أن تقولوا قولا معروف خطبة المعتده أثناء العدة حرام إلا على زوجها المطلقة إذا كان يصلح أن يعقد عليها يخطبها أما غير زوجها لا يجوز له أن يخطبها أثناء العدة تصريح لخطبتها دون التعريض أن يعرض لها بالكلام أنه يريدها أو ما شبه ذلك ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أما التصريح يقول أنا أخطبك أنا أريد أن تزوجك أو ما شبه ذلك هذا حرام مادمة العدة دون مجيد من أمزة أحمية يقول رجل توفي وقد أوصى أن يدفن في مكان معين وهي قريته التي أولد فيها فهل يجب تنفيذ هذه الوصية؟ لا يجب تنفيذ هذه الوصية لأنها لا فائدة للميت في ذلك إنما يدفن في المكان الذي توفي فيه مع المسلمين ولا يلزم نقله بارك الله فيكم ما حكم دخول المسجد لعابر السبيل فقط وهو على جنابه وغير طاهر لا بأس بذلك يدفن في المسجد وهو عليه جنابه والحائض تدفن في المسجد للمرور أو أخذ حاجة إنما الممنوع الجلوس والمكث في المسجد للحائض والجنوب أحسن الله إليكم وبرك الله فيكم وفي علمكم وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا أيها الأخوة والأخوات إلى هنا وناتي إلى اختام هذه الحلقة من برنامج جنور على الدرب وقد أجاب عن أسئلتكم فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء جزى الله الشيخ خير للجزاء وجعل ذلك في موازين حسناته نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا في ختام هذه الحلقة هذه التحية من الزملاء بخيط الدوسري ومحمد الرويس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته